اهلا بكم في الفجر بنشوف بنت في الجراش وبتكون لسه خارجة من الحفلة ورايحة تاخد العربية بتاعتها عشان تروح البيت وبتحس ان في حاجة غريبة في الجراش وفجأة بتشوف بركة دم على الارض فبتخاف وبتترعب وبتحاول تعرف فيه ايه ما تعرفش ان ايها تشوف اسود كابوس في حياتها عمرها ما كانت تتخيله وبتسمع اسوات غريبة فبتخاف وبتنزل تستخبه تحت العربية بتاعتها وفي اللحظة دي بتشوف رجل راجل مستزئب فبتترعب وبتكتم نفسها من الخوف بس طبعا المستزئب مش هيسبها بيشم ريحتها وبيطور عليها فبتخلع الجزمة بتاعتها وبتستخبها تحت العربية تانية وبيطلع المستزئب فوق عربيتها عشان يدور عليها بس مش بيلاقيها فبيخربش بالمخالب بتاعته العربية وبيشتغل جهاز لانظار في العربية والبنت بتموت من الرعب وخايفة حتى ان هي تتنفس لكن المستزئب بيشم ريحتها وبيعرف مكانها وبتخرج البنت من المكان اللي مستخبية فيه وبتجرب سرعة قبل ما يوصل لها لكن هتروح فين بيشوفها المستزئب وبيطردها وبينط على العربيات في الجاراج وبيضمرها وبتوصل البنت دي للأسانسير وبتدخل وبتحبس نفسها جوة وبيكون قلبها واقف من الرعب والخوف وطبعا المستزئب مش هيسبها كده وبيروح للأسانسير وبيحاول انه يفتح الأسانسير بكل قوته وبيقدر انه يفتح فتحة صغيرة وبتحاول البنت انها تهرب بأي طريقة فبتقع على الارض وبيختفي المستزئب وبتحاول البنت انها تخرج وتفتح باب الأسانسير وفجأة بيسحبها المستزئب وبنبدأ بقى جهو الرعب ونشوف قصة فيلمنا بتقول ايه بيبدأ الفيلم بستة عرافة قعدة في الملاهي وبيكون في بنتين قاعدين قدامها وبتقوم واحدة من البنتين وبتمدي ايديها للعرافة وبتسألها عن علاقتها مع صاحبها جولد مان وبنشوف الستة وهي مسك ايد البنت وبتحس بالخف وبتحذرها منه وبتقول لها في حاجة هتحصل لك في ايام الدم وبتخاف البنت من كلام الستة وبتمشي وبنشوف مكان للتصوير وبيكون في واحد ظابط ومعها بنت اسمها جروب وبتشتغل في مكان التصوير وبيكون في الوقت ده بيتكلمه مع بعض وبنشوف شاب باسمه جيمي وبيكون صاحب جروب في الكلية وبيكون معجب بيها وفي اللحظة دي بيجي جيمي عند صاحبته وبيتكلم معاه وفي الوقت ده بيجي صاحب جروب وجيمي في الكلية وبيكون بيغير من جيمي وبنشوف صاحب جروب هو واصحابه بيتريقه على جيمي قدام صاحبتهم وبيتديق جيمي وبيمشي وبيسيبهم وفي نفس الوقت بنشوف بنت اسمها ابي بتكون بتتكلم في التليفون وبتكون اخت جيمي وبتدخل للستوديو عشان تقابل صاحبها ديون وبيكون ممثل وعنده استوديو تمثيل وبيكون كمان هو وامي بيحبه بعض وبنشوف ديون بيفرج ابي على ادوات التمثيل اللي في الستوديو وفي اللحظة دي بيتصل جيمي على اخته ابي وبيقولها ان هو تعبان وعاوز يروح البيت وبتعتذر ابي لديون ان هي هتمشي عشان اخوها جيمي تعبان وبنشوف جيمي و ابي والكلب بتاعهم مع بعض في العربية ومروحين البيت وبيتكلموا مع بعض في هدوء وفجأة بيظهر لهم في الطريق وحش واختفى وفي اللحظة دي بتفقد ابي السيطرة في السواءة وبتخبط في عربية تانية واللي بتكون فيها بنت وبتتقلب بيها العربية وبتخرج ابي وجيمي من عربيتهم وبيكونوا كويسين وما حصلش فيهم اي حاجة وبيكونوا في طريق الغابة وبيتصل جيمي بالشرطة وبيطلب المساعدة وبتسمع ابي صوت صريخ وان في حد بيطلب المساعدة وبتجري ابي وبتشوف البنت اللي تقلبت بيها العربية وبتحاول ابي تنقذها وبيكون جيمي بيحاول يتصل وبيطلب المساعدة بس بيكون مفيش ارسال في المكان اللي هم فيه وبنشوف ابي وجيمي بيحاول ينقذوا البنت ويخرجوها من العربية وفي الوقت ده بتسمع ابي صوت غريب وبتحاول تعرف الصوت ده جاي منين وفجأة بتشوف وحش غريب وفي اللحظة دي الوحش بيسحب البنت من العربية وبيدخل بها جوال غابة وبيحاول جيمي و ابي ان هم ينقذوا البنت ويمسكوها لكن طبعا ما بيقدروش يعملوا حاجة وبياخد الوحش البنت وبيختفي وبنشوف جيمي و ابي تصابوا في جسمهم وبتقول له اخته ان الوحش شكله مرعب قوي وانه جاي من عالم تاني وفي الوقت ده بيحس جيمي و ابي بوجود الوحش ووقتها بيحدف عليهم البنت بس بيكون نص جسمها اللي تحت مش موجود وبتكون لسه عايشة وبيشوف جيمي و ابي البنت على الارض بتحاول تهرب فبيخافوا وبيصرخوا وفي اللحظة دي بيشوفوا نور كشف من بعيد وبيطلبوا المساعدة وبتكون الشرطة وبتسمع صوتهم وهم بيصرخوا وبتوصل عندهم وبتنقذهم وبيسأل الزابط جيمي اللي حصل فبيقول له جيمي على اللي حصل وانهما شافوا وحش غريب خطف البنت بسرعة وقتلها وبيعتقد الزابط بعد اما سمع كلام جيمي ان ده مش حيوان طبيعي وبتبدأ الشرطة انها تدور على البنت اللي قال عليها جيمي اللي الوحش قتلها وبتروح ابي وجيمي وبيكونوا خايفين من الوحش اللي شافوه في الغابة وبياخد جيمي الكلب واللي بيكون صاحبه المخلص وبيطلع بيه القوضة وبنشوف ابي بتطلع قوضتها عشان تنام وهي في القوضة بتسمع ابي اصوات غريبة وبتنزل من قوضتها عشان تعرف الاصوات الغريبة دي جاء منين وبتشوف باب البيت مفتوح وبتسمع الاصوات الغريبة وبتحس بهوى جامد داخل من باب البيت وفجأة بيظهر راجل غريب واقف ورا ابي وبيكون شاب غريب وبتخاف منه وبتسأله انت مين وانت دخلت البيت ازاي قال لها انا اسم ديون ولقيت المفتاح تحت الدواسة اللي قدام باب الشقة وانا دخلت البيت عشان اتكلم معاك وعشان انا مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل معايا لما بشوفك وانه كل حاجة بتحصل بيت غريبة وانه خايفي والله ان هي اجمل حاجة في حياته وانه معجب بيه وبترد عليه ابي ان هي كمان عندها نفس الاحساس وفي اللحظة دي بيحضنه بعض وفجأة بتتحول ابي وبتبقى وحشه وبتعده من رقابته وبتمص دمه وفي الوقت ده بتكون ابي بتحلم بكابوس زي الزفت وبتقوم ابي من النوم خايفة وجسمها بيرتعش وبتعرف ان ده كان مجرد كابوس بسبب الحدثة اللي حصلت لها في الغابة وتاني يوم الصبح بتشوف ابي النشرة على التلفزيون وانه الشرطة لقت البنت وبيقوله في النشرة ان اللي هجم على البنت بيكون وحش غريب وفي اللحظة دي بتمسك ابي الدبانة بيديها وبتستغرب ابي ازاي مسكت الدبانة بسرعة وهي في الهواء وبتروح ابي شغلها واللي بيكون في مكتب نشرة الاخبار وفي اللحظة دي بتيجي بنت اسمها جودي وبتعرف انه ابي وديون اصحاب وان ديون عاوز ابي تشتغل مع ممثلة وبتتكلم جودي مع ابي وبتحذرها جودي ان ابي تفضل بعيدة عن ديون عشان هو حد مش كويس وفي الوقت ده مش بتصدق ابي كلام جودي وبتمشي جودي وبتشوف صاحبها في الشغل وبيكون اسمه جاك وبيتكلم معاها وفي اللحظة دي ابي اعدى في مكتبها وبتشم ريحة غريبة جاية من القوضة اللي في الدور اللي فوق وبتروح ابي القوضة وبتشوف بنت واقفة وبينزل دم من مناخرها وبتستغرب ابي انه ازاي قدرت تشم ريحة الدم وبتحس ابي انه بيحصل معاها حاجات غريبة وفي نفس اليوم بالليل بنشوف جيمي بيكون في البيت مع الكلب بتاعه وبيسمع جيمي صوت غريب جاي من المطبخ فبيروح عند المطبخ وبيشوف انه الكلب قسر الطبق ومش بيهتم جيمي بالموضوع وبيمشي والكلب بينزل تحت الترابيزة وتصرفاته بقت غريبة وبيروح عنده جيمي وبيشوف الكلب بيتحاول لوحش وعنده مخالب وانياب كبيرة وفي اللحظة دي بيهجم الكلب على جيمي وبيخاف منه جيمي وبيهرب وبيدخل القوضة وبيقفل على نفسه الباب وفي الوقت ده بيكون اصحاب جيمي قدام البيت وبيخبطه على الباب وبيروح بسرعة الكلب عند الباب وبكل قواته بيكسره وبيهجم على اصحاب جيمي وبيخافوا منه وبيجروا وبيركابوا العربية وبنشوف الكلب بيهجم على العربية فبيهربوا بسرعة وبيكون الكلب بيجروا وراهم واصحاب جيمي بيكونوا مستغربين من اللي بيحصل من الكلب ويقدروا يهربوا منه وبيتكلموا عن الوحش اللي هاجم البنت وقتلها وفي الوقت ده بتكون ابي لسه في الشغل وبيتصل بها جيمي وبيقولها على اللي حصل معا من الكلب وفي نفس الوقت بتشوف ابي بنت على الشاشة الوحشة قتلها وفي اللحظة دي بيجي جاك عشان يتكلم مع ابي وبترفض ابي ان هيها تتكلم معاه وبتمشي وتسيبه وبنشوف ابي بتركب العربية وفي اللحظة دي بيجي ديون عندها وبيحاول يتكلم معاه وفي الوقت ده بتلاحظ ابي على ايد ديون علامة دايرة وبتشك فيه وبتحاول تمشي بالعربية وبيتعصب ديون وبيخبط على العربية وبتنزل ابي من العربية وبتقوله انت اللي قتلت البنات وبتفتكر ابي ان ديون هو مؤلف كتاب جرايم القتل وفي الوقت ده بتشوف ابي مفتاح في ايده وبتركب العربية بسرعة وبتمشي وتسيبه وبنشوف ابي في العربية وبيتصل جيمي بيها وبيقولها ان هو وصاحبه رايحين للستوديو عشان يشوفه اول فيلم من بطول الديون وبيقولها ان ديون بيقول قدام الناس اللي بيكونوا جايين يتفرجوا على الفيلم ان هو بيحب الشرب بس ما قتلش حد وبيطلب منهم ان هم يصدقوا ويثقوا فيه وبترد ابي على جيمي وبتحذره من ديون وبتقوله يبعد عنه وفي اللحظة دي بتوصل ابي للستوديو وفي الوقت ده حد قسر المرايا اللي في الستوديو وبيحصل فوضى وبتحذر ابي الناس اللي موجودة في الستوديو وبتقولهم ان فيه وحش في المكان وبتكون الناس مش بيصدقوها وبتدخل مكان فيه مرايات كتير وبيكون في نفس المكان ديون وفي اللحظة دي بيدرب الوحش الحيطة بكل قوته وبيكسرها وبتخاف الناس في الوقت ده وبيصدقوا كلام ابي وبتحاول ابي تفهم الظابط اللي بيحصل وبنشوف الوحش بيمسك الظابط وبيحدفه على الناس اللي موجودة في المكان وبنشوف الناس بتهرب من الوحش وبتبدأ الناس تشك ان ديون هو السبب وبنشوف جيمي و ابي بيدوروا على ايلي صحبة ابي وبيعرفوا ان هي جوة مع الوحش وبتقول ابي للحارس ان صحبتها جوة والحارس في اللحظة دي بيقفل باب المكان على الوحش وبتهرب ابي وجيمي من الحارس وبيدخلوا المكان عشان يدوروا على جاك وبيكون ابي وجيمي مستعدين لمواجهة خطر الوحش وفي الوقت ده بتشوف ابي وجيمي دم بينزل من السقفة على الارض وبيكونوا خايفين ووقتها بتقع جسة على الارض وبيكون جاك اللي موجود في الستوديو عشان يتفرج على الفيلم ومتشل منها الاحشاء كلها وبتصرخ ابي وجيمي وبيجرب سرعة من الخوف وفي الوقت ده ابي و جيمي مش عارفين يعملوا ايه وبيحاول يدوروا على مكان يهربوا منه وبيدخلوا قوضة فيها تماثيل من الشامع وفجأة بتظهر بنت غريبة لهم وفي ايديها علامة وبيكون شكلها خارجة من فيلم وحشي وبتحكي لهم عن الفيلم اللي كانت بتمثل فيه دور الشريرة وفجأة بتضرب جيمي وبتوقعوا على الارض وبتهجم ابي على البنت الغريبة وبتكون البنت قوية وبتضرب ابي وفي اللحظة دي بيشوف جيمي سيف وبيهجم على البنت وبيجي السيف على الحيطه وبيحاول يهجم جيمي ويدرب البنت وفي الوقت ده بتحدفه البنت بعيد وبيتعور في وشه وبتفوق ابي وبتضرب البنت وبتكسر لها مناخرها وبتهرب ابي وجيمي من المكان اللي في البنت وبتتعصب البنت لما بيبص على نفسها قدام المراية وبتشوف الدم من مناخرها وبتتحول في الوقت ده الوحش وبيظهر على جسمها المخالب الطويلة والعضلات الكبيرة وقتها بيكون الوحش بيدور على ابي وجيمي وبيسمع الوحش في الوقت ده صوت الانذراب بتاعت الشرطة وبيتعصب جدا وفي اللحظة دي بيشوف الوحش ابي وجيمي وبيهجم الوحش على جيمي وبيضربه وبيحدفه بعيد وبيروح عند ابي وبيحدفها على ترابيزة وبنشوف الوحش بيقرب على ابي وهي وقعها على الارض وفي اللحظة دي بيقوم جيمي وبيشوف خشبا مولاها نار على الحيطة وبياخدها وبيحاول يبعد بها الوحش وبيضربه الوحش وبيحدفه بعيد تاني وقتها بتفوق أبي وبتشوف السيف اللي شافته في الديون لما كان بيفرجها على أدوات التمثيل اللي في الستوديو وبيكون وقع على الأرض وبتهجن بيع الوحش وبيكون في رأس السيف ده مادة ووقتها بتوصل الشرطة اللي بتكون دايما بتوصل متأخر وبيعرب الوحش والشرطة بتشوف أبي وجيمي وقفين وبيسأل الزابط أبي وجيمي على اللي بيحصل وبتقول له أبي اللي بيحصل ومش بيصدقها الزابط وفي اللحظة دي بيظهر الوحش تاني عند الشباك وبتشوف الزباط وبتكون مستغربة من شكل الوحش وبيضربوا على الوحش نار وبيتصاب الوحش من ضرب النار عليه من الزباط وبيقع على الارض وفي الوقت ده بتهرب ابي وجيمي من المكان وبنشوف الوحش لسه عايش وبيرفع راسه من على الارض وبيكون الزباط لسه بيدربوا النار عليه وبيقتلوا برسوسها في الراس في الوقت ده بتروح ابي وجيمي البيت وفي اللحظة ده بيظهر ديون وبيضرب ابي وبتقع على الارض وبنشوف جيمي مسك حديدة في ايده عشان يضرب بها ديون وفجأة بيكتشف جيمي انه هو مصاب وبيتحول لوحش وفي نفس الوقت بنشوف ديون بتبدأ انيابه تكبر وفي اللحظة دي بنشوف جيمي بيطلع على الحيطة وبيستغل قدراته الجديدة وبيشوف الديون وهو على سقف الحيطة وبتقوم ابي من على الارض وبتاجم على ديون وبيكون في ايدها معلقة من الفضة وبتضرب بها ديون وبتحرق ايده بيه وفي اللحظة دي بيبعد ديون المعلقة وبيضرب ابي وبيخنقها وفي نفس الوقت بيجي جيمي وبيتعلق في رقب الديون وبيحاول يعده من رقابته وقتها بتقوم ابي من على الارض وبتجيب المعلقة اللي من الفضة وبتضربها في ديون وبيقع على الارض وبيتحرق وبيموت والحد هنا بيخلاص في المنقى لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي السلام